بسم الله الرحمن الرحيم بيان النقابة الأساسية بمصلحة المطارات والمطارات التابعة لها للمطالبة بحقوق العاملين المشروعة تؤكد النقابة الأساسية بمصلحة المطارات والمطارات التابعة لها بأنها سوف تشرح في تعليق العمل والدخول في احتصام بالمصلحة والمطارات التابعة لها في حال لم يتم تنفيذ المطالب المشروعة قانونا وذلك أسوة بباقي أجهات والقطاعات الأخرى وعلى سبيل المثال وليس للحصر أجهات التابعة لوزارة المواصلات والتي من ضمن مكوناتها مصلحة المطارات فالأمر الذي سبب في احتقال لدى الموظفين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة لهم قانونا سيكون الدخول في احتصام بشكل رسمي للمصلحة والمطارات التابعة لها احتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 وذلك للمطالبة بحقوق العاملين المشروعة والتي منها أولا صرف المرتبات حسب الجدول الموحد اثنين صرف الفروقات من المرتبات العاملين عن السنوات السابقة والكل يعلم اهمية المطارات في تقديم الخدمات للمواطنين وما كانت مصلحة المطارات ودورها في تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق كافة المعايير الدولية على كافة المطارات دون استثناء وهذا العمل جاء من خلال سواعد ابنائها المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة واذ نعلن اليوم عن موعد تنفيذ الاحتصامات عليه نطالب السيد وزير المواصلات بالتدخل العاجل لاستكمال الاجراءات علما بان ادارة المصلحة استوفت كافة اجراءات المطابقة مع وزارة المالية النقابة الاساسية بمصلحة المطارات والمطارات التابعة لها مطار لبرق الثلاثاء 14 مارس 2023 ترجمة نانسي قنقر